اكد وزير الدولة الاماراتية للشؤون الخارجية انوار جرقاش ان قطر في موقع اصحاب اليوم وذلك بعدما قدمت على تحريف الحقائق اثر اقدام اميرها الشيخ تميم بن حمد على الاتصال بولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان مبديا رغبته بالحوار وقال جرقاش في تغريدة على حسابه في تويتر ان المتابع للاعلام القطري يرى عودة ساذجة للعمل ضد الجبهة السعودية الاماراتية وان الطرح مؤسف لانه لن ينجح ولانه يتجاهل اساس المشكلة واضاف جرقاش على الشقيق المرتبك ان يعي ان الازمة ليست مصطنعة بل نتيجة لدعمه للتطرف والتآمر على استقرار جيرانه وهي ازمة سياسية حقيقية علاجها غير اعلامي واردف قائلا في تغريدة اخرى نحن من الامارات نسعى الى حل حقيقي يقل منطقة شر سياسات اتت على الخليج والعرب بالفوضى والعنف وتبع جرقاش اتمنى ان تكف الدوحة عن المناورة بعد ان باعت سيادتها بخسا وان تتعامل ظاهرا وباطنا بشفافية فلا سبيل غير ذلك واقصر الطرق الصراحة مع الرياض كما كتب الوزير الاماراتي ما تبعناه غمرنا تفاؤلا من فراج حقيقي ولكن للأسف التردد والتراجع وتعدد مصادر القرار وغياب الحكمة بدد الفرصة وقطر في موقع اصعب اليوم وختم قائلا بدلا من ان يسعى الشقيق المرتبك الى محاولة دق اسفين الخلاف بين الرياض وابو ظابي عبر طرحه الاعلامي عليه ان يعالج ازمته مع محيطه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة